السلام عليكم معكم ريدا من قناة كورا فانس إذن انتشرت في الأيام السابقة إشاعة مفادها على أن اللاعب عبدالرزاق حمد الله سيوقع وبشكل رسمي وسينتقل من فريق النصر السعودي إلى فريق أسطن فيلا الإنجليزي خبر انتشار كسرعة البرق في مواقع التواصل الاجتماعي خبر خلق جدل كبير وكذلك خلق قلق بين أنصار النصر السعودي اليوم إن شاء الله سنوضح صحة هذا الخبر وكذلك سنجيب على السؤال هل فعلا عبدالرزاق حمد الله سينتقل إلى الدوري الإنجليزي بناء على بعض الأبحاث اللي قمنا بها وكذلك بناء عن مصدر الخبر إلا وصلتكم الحلقة وعجباتكم ما تنساش دائما تدعمونا باللايك والشير بالنسبة لك يشاهدنا أول مرة ما تنساش تتشجيل في القناة دينا فعل جرس الإنبياءات باش يوصلك الجديد دينا أول بأول دخلوا في التفاصيل إذا كما ذكرت سلفا تصدر مشهد انتقال اللاعب عبدالرزاق حمد الله من النصر السعودي إلى فريق أسطنفيل الإنجليزي المشهد في الأيام السابقة العديد من المواقع العديد من الصحف تحدثت عن هذا الخبر ولكن أولا نريد أن نتحدث عن مصدر هذا الخبر المصدر كان من طرف شخص يدعي على أنه له علاقة بوكلة اللاعبين وأنه يعرف بعض اللاعبين في الدوري الإنجليزي وكتبت غريدة مفادها على أن اللاعب عبدالرزاق حمد الله سيوقع رسميا مطلع الأسبوع المقبل إلى فريق أسطنفيل الإنجليزي وعقد قيمته مئة وعشرة ألاف في الأسبوع صراحة هذا الشخص يعني ليس بالشخص الموثوق فيه آآ الشخص يعني غير معروف على مقرة القدم هات الشخص دائما يدعي على أنه عنده علاقة بوكلة اللاعبين وأنه أيضا له علاقة ببعض اللاعبين في الدوري الإنجليزي وهذا الشخص أيضا سبق له أن نشر العديد من الإشاعات وصراحة لا أعرف السبب وراء هذا يعني ما معرفش السبب وراء هذه الإشاعات يعني ماذا يستفيد لأشخاص من نشر مثل هذه الإشاعات نريد أولا أن نحلل التغريدة آآ لكتبات الشخص هذا ويدعى آآ جون آآ واريوت حيث قال يعني أن جماهير النصر السعودي يعني ستودع هذا الأسبوع آآ عبد الرزاق حمد الله لأنه بصفة رسمية وقع عقد مع فريق أسطنفيل الإنجليزي وعقد قيمته مئة وعشرة ألاف جونه إستليني في الأسبوع يعني رقم كبير جدا أولا نريد أن نتحدث عن قيمة العقد اللي ذكرها جون واريوت في هذه التغريدة مئة وعشرة ألاف يعني هذا مبلغ كبير جدا لا يدفعه إلا آآ يعني الفرق الكبيرة في الدولة الإنجليزية ولما قمنا بالبحث يعني تلقينا على أن اللاعب صاديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي واللاعب الذي حصل على أحسن لاعب في إفريقيا سنة 2019 اللاعب لفاس بالشامبيونس ليغ لا يتقاضى إلا مئة ألف جونه إستليني في الأسبوع يعني صراحة شيء لا يدخل العقل شيء غير منطقي على أن لاعب يعني لا نريد أن ننتقص من قيمة اللاعب عبد الرزاق حمد الله لاعب عبد الرزاق حمد الله لاعب كبير وله قيمته ولكن أيضا نريد أن نكون منطقيين ونريد أن نكون تحليلنا منطقي يعني اللاعب عبد الرزاق حمد الله يعني لا يمكن أن يذهب لفريق أستون فيلا ويتقاضى مئة ألف جونه إستليني في الأسبوع يعني اللاعب محمد صلاح يتقاضى مئتين ألف جونه إستليني وكي تعتبر تنظن أغلى راتب في الدوري الإنجليزي يعني أول ما قرنا هذا الرقم هذا عرفنا أن التغريدة لا تمثل الحقيقة بصيلة وأن التغريدة مجرد هراء لأن هذا الرقم رقم كبير جدا شيء آخر أستون فيلا يمر بأزمة خانقة جدا يعني والفريق يملكه المصري ساويرس يعني أخ نجيب ساويرس وهذه العائلة يعني التارية معروفة في مصري لأنهم يمتلكون العديد من الفنادق والمشاريع السياحية ولكن بالرغم من هذا لما بحثنا على الرواتب في فريق أستون فيلا الإنجليزي وجدنا على أن أغلى وأعلى راتب في فريق أستون فيلا الإنجليزي يتقاضى هو الحارس الإنجليزي هيتون حوالي عشرين ألف جونه إستليني في الأسبوع بل وجدنا على أن اللاعب غريليش نجم الفريق الأول ونجم الفانتازي عادة السنة لا يتقاضى إلا حوالي خمسة عالف جونه إستليني أول شيء إذا جلب أستون فيلا عبد الرزاق سيخلق مشكلة بين اللاعبين لأن اللاعبين الآخرين عندما يشاهدوا اللاعب يتقاضى 100 ألف جونه إستليني أيضا سيطالبون بإضافة في الرواتب ديالهم ويخلق بل بل في الفريق شيء آخر أستون فيلا فريق يعني ليس له إمكانية كبيرة وما يمكنش يدفع مبلغ بذل حجم هذا فريق يقاتل يعني للبقاء في الدوري الإنجليزي الأول يعني أول وكيف ما قلت العديد من الصحف بادرت ونشرت الخبر يعني كفت أبرزها كان أوروسبور عربية اللي قالت على أن عبد الرزاق حمد الله انتقل بصفة رسمية للنصر السعودي شيء آخر نريد أن نتحدث عليه يعني هناك نعرفه على أن النصر السعودي توجى قبل أيام بلقب السوبر السعودي يعني نريد أن نقتنم هذا الفرصة ونبارك لجماهير النصر السعودي هذا اللقب يعني الفريق توجى بهذا اللقب هذا وكان الحمد لله يعني واحد دور قبير في جلب سواء الدوري السعودي أو لقب السوبر ما تنظرش على أن النصر السعودي سيفرط بنجم بقيمة عبد الرزاق حمد الله تنظر أيضا على أن اللاعب عبد الرزاق حمد الله مرتاح في النصر السعودي يعني هو صرح من قبل على أنه يريد أن يحترف أيضا في أوروبا ولكن تنظر يعني اللاعب تنتظر العرض المناسب وتنظر على أن اللاعب سعيد في النصر السعودي والنصف السعودي أيضا يوفر لعبد الرزاق حمد الله جميع الأشياء التي تمنىها أي محترف في قرة القدم لهذا تنظن على أن الخور مجرد إشاءة ولا يمتل للحقيقة بسيئة أيضا بحثنا في موقع فريق أسطن فيلا الإنجليزي ليس هناك أي شيء يتحدث على أن أسطن فيلا سيتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله أيضا جميع الصحف الإنجليزية قمنا بجولفة الصحف أيضا ليس هناك شيء يدل على أن عبد الرزاق حمد الله يتفاوض مع فريق أسطن فيلا الإنجليزي كيفما قلت هذه تبقى مجرد إشاعة لخلقة واحد الجدل الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي سواء أيضا في الشارع المغربي وبين أنصار النصر السعودي لهذا أرزائنا اليوم لأننا ندير حلقة ونوضحه صحة هذا الخبر من عدمه وكيفما قلت عبد الرزاق حمد الله لاعب في النصر السعودي إلى غاية إشعار آخر كان هذا كل ما يخص هذا الخبر إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا تدعمونا دائما باللايك والشير وتسجلوا في القناة دينا كان معكم رضا من قناة كورا فنس السلام عليكم